تواصل البحثة الطبية المصرية بمكة المكرمة والمدينة المنورة عملها لاستقبال ضيوف الرحمن من الحجاج المصريين من أجل تقديم الخدمات العلاجية والوقائية لهم بعد أن امتدت أو تمت جاهزيتها بالعيادة الطبية التي تصل إلى 16 عيادة بمقر إقامة الحجاج المصريين البحثة الطبية المصرية بعضها كافة إلى خالية نحل بعقد العديد من الاجتماعات لاستعراض استراتيجيات العمل بالعيادات الطبية المتواجد بها الحجاج المصريين بمقر إقامتهم والتي حرص خلالها مسؤول البحثة بالتأكيد على تقديم الخدمات الطبية والوقائية لضيوف الرحمن وتلبية رغباتهم العلاجية والوقائية بشكل فوري كل فوق يأتي من الأطباء نعمله توعية بإيه اللي هيقوم به في العيادات من أول استقباله للحاج للكشف الطبي عليه لتسجيله على المنظومة المميكانة التشخيص اللي عنده وصرف العلاج ليه والتسجيل كل خطوة تمت بيتم تسجيلها على سيستم مميكان بحيث أنه يظهر على داشبورد لإدارة البحثة بالكامل هنا وفي مصر كما تم تدريب الأطباء الجدد على نظم العمل بعد ضربة العيادات الطبية والصيدليات وإدارة البحثة بشكل مميكان لتسجيل إجراءات الكشف والتشخيص لضيوف الرحمن أول ما بيخش الحاج أو المريض داخل العيادة الطبيب بيسكان فقط البركود الخاص بالمريض من خلال السكان البركود بيتم قراءة جميع الداتة الخاصة بالمريض على السيستم ويتم إدخاله وتشخيصه بعد ما بيتم إدخال الداتة الخاصة بالمريض بيتم إذا كان تم صرف أدوية بنذكر طبعا الأدوية اللي صرفناها للمريض بكمياتها ومتابعته طبعا ومتدخل طبعا رقم الفندق الخاص به أحدث التكنولوجيا كانت جاية باسم العيان لاجمل كمان المراضي كمان العيان بيجي بالفايل بتاعه كامل كل أمراض وكل حاجة عنده إيه الأدوية اللي بيخدها في مصر فإحنا تقريبا شاملين عارفين كل حاجة عنه فده بيسهلنا جدا جدا في الكشف لأن إيه المناسب ما ديش ده وغلط ديوف الرحمن أثنوا على الخدمة العلاجية التي قدمت لهم من قبل البعثات الطبيعة المصرية فور وصولهم إلى الأراضي المقدسة إحنا زمنتنا كانت تعبت مبارح في الأوتوبيس بصراحة من أول ما نزلت من الأوتوبيس بتوعين البعثة قاموا معها بواجب ووضوها مستشفى وتخلقوا عشانها وعملوا لها بصراحة الواجب وكان المفروض أنها تنزل كل يوم وقالوا لها تعالي وإحنا نجيب لك الأنسولين بتاعك بصراحة ما شفتش بعد كده يعني إحنا مطمئنين من ساعة ما جينا وجينا لكم بارح قال لي يا 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 بقى مش مشكلة إحنا عارفين أنه ويرانا رجد عاني موفر لنا كل حاجة جميلة ما كناش متوقعين الاستقبال اللي استقبلونا به في المطار وفي هنا وفي كل حت أحلى مقابلة وشارفة وصف لك يعني الواحد السعادة اللي الواحد فيها يعني بصراحة وتواصل عمل البحثة الطبية لتقديم الخدمة العلاجية لديوف الرحمن رافعين شعار خدمة الحجيج شارف لنا أطباء البحثة الطبية المصرية يواصلون عملهم الليلة بالنهار بلا كلل أو ملل لتوفير الخدمات العلاجية والوقائية لديوف الرحمن أينما كان محمد حلمي التلفزيون المصري